اتنين فراغ بس يعني انت لو اجيب الفرقة هتاخد السيدرين متاعهم وهيربوننا طبق محترم يعني كافي خمس ستة اشخاص يعني تعالوا ناخد عندنا صدور الفراغ وببدأ اللي انا اضطحها عندي مكعبات زي ما حضراتكم كده شايفين اهو ماشي وبعد كده بنقوم واخدين عندنا الكبة ونبقى اللي احنا نحط فيها الصدور الفراغ طيب ناخد عندنا الخضار ناخد عندنا حتة فلفل اصفر كده روني فلفل احمر ونقطة تانية مهمة اتكلمت عليها موضوع الفلفل انت لو هتاخدي الفلفل كله بتشيل منه العنقود اللي فوق دهوت بالبزر بتاعه لو انت هتاخدي القطع منه وتغلي فيه تاني وتحط فيه التلاجة ما تشيلش ديه سيبيها زي ما هي ده بتحافز على عمر اكتر متاع الفلفل خصوصا الفلفل الالوان بيبقى كبير شوية عن الفلفل الاخدر الرومي مثلا طيب حطينا قادي الحاجة اقطعها عندي مكعبات ناخد بقى عندنا صدور الفراغ بنقوم حطينا هنا واخدها عندي الفلفل الالوان ونبدأ بقى نديلها ايه مجموعة البهرات متاعتها ايه مجموعة البهرات بتاعي حطينا بس شوية كسبرة خضرة بتخلطها ما حلو قوي وبتخليها في حتة تانية خالص هحط عندي بصل بودر وبعد كده بقوم حطي عندي توم بودر قاسة دي بابركة ودي توم بودر ماشي الكلام سنة بسيطة او طرف معلقة من البيكنج بودر طرف معلقة صغير بس عشان ما اطلعش مكتومة ساعت وحنا بنقولها اللي ايه مكتومة كده فطارك المعلقة ده بيديني طعم حلو قوي وبيخليها هشة معايا وبعد كده بقوم واخد عندي فلفل رسول وبعد كده ملح ياما رح نامي يا عم شوية ملح هتوقع دماجنا لي بقى وشوية شطة شوية ملح شهات وريد وانشاغ ملح شوية ملح شفية ملح شوية ملح شفية ملح شفية ملح شفية ملح ممكن ايه احط لها معلقة بس دقيق كده معلقة دقيق بسيطة معلقة دي عشان الخضار بس بيقى فيه مية هي كده كده ما بتفكش كده كده اصلا الصدور الفراخة بالعمول الاوراق الدجاج بتبقى فيها جيلاتينة المادة جيلاتينية فهي كده كده تمسك ولكن عشان عشان عفو اشكلها بس فهي بتاخد الخضار المية الزايدة في الخضار بتاخده وتمتصه معي فبتطلع معي بسمغة وحلوة بجيب عندي البلانشة دية عندي هيت قلبتاها على الوش التاني منهم حطينا هيت بصو طلعنا ازاي ما شاء الله ريحيتها حلوة قوي ماشي وتقدر تعملها منها كفة الفراخ يعني عادي يعني او قدر تشتغل منها كفة الفراخ لكن يفضل انك تعمليها ببصل بودر وتوم بودر تمام بجيب عندي هنا المية والجبنة تشيدر قدام حضرتك ونقوم حطينا كده والجبنة اخدها كده كده اهو نقوم حطينا هنا في النص نقوم حطينا كده كده زي البرجور ماشي هقومو اخد واحدة تانية سهلة قوي وجميلة وشتاخد وقت معاكي واللون ده طالع طبعا من الفلفل الوان وطالع عندك من حاجات كتير قوي زي البابريكا اللي احنا عندنا وكل الحاجات ديت فمشاء الله هتلاقي الحاجة ماشية معاكي مزيك يعني تقدر تخزينيها دلوقتي وتحطيها عندك بالفريزر الناس الموظفة اللي بتيجي من الشغل مثلا في المردان تيجي على الساعة واحدة اتنين تعمل الحاجة ديت وتحطها على طول على القلي وطعمها حلو قوي سديني الفراغ كمية دي اهي دي سديني اتنين بس فراغ انت هتشوف دلوقتي هتطلع كم واحدة لو قلنا مثلا كل واحد من الاسرة ياخد ثلاثة او اربعة كمان هتكفي ان شاء الله خمس اشخاص لستة اشخاص هم عاملين كده اهو بالحاجة ماشي تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي اه ليه المسلا بتيج هجيب البراي اللي عندنا هحط عندي اتنين عدد بيت هنا في البولة هلو الكلام وبعد كده بقى محطط عندي شوية فلفل اكحل وشوية ملح ونجيب عندي مضرب سلك ونشغل بقى الشغل مع نص كباية لبن ماشي عندك حاجتين اتنين اما تعمليها ببقسمات او لو عندك مثلا رقائق الدرة ممكن تشتغل بيها وفي خلطة خلطة كريسبي كده لو موجودة بطلع طماحي الوقاوي اهي ثلاث حاجات دول يقوم موجودين معاك دقيق وعندك الكريسبي متاعك وبعد كده اهو عندك الابراي متاعنا اللي احنا هنشتغل بيه بعد كده اقوم واخدها ونفها ده قويس جدا مديق اقوم حطها عندي في الابراي متاعنا طبعا لو انت حطتها الفريزر يكون افضل يعني احطها في الفريزر شوية تشد هتكون افضل معاك وبعد كده اقوم حطنا هنا وايه نزبطها احنا بقى يعني بعد ما نضيها دي كده اهي ازبطها كده بص الجمال تبقى زيل فل اهي نقوم واخدينها اهي هنقوم واخدينها ونبدأ اللي احنا حطها بص الشكل الدقيلي انت بتتحكم فيه بقى خلاص نقوم حطينها هنا في الطبق وابدأ اكمل الموضوع سهل جدا